امد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الامنية ومتابعة اجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها حيث تفقد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الامنية واستمع الى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به ابطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الارهاب والحفاظ على حالة الاستقرار التي ادت الى عودة مظاهر الحياة الى طبيعتها بمعظم مدن وقرى شمال سيناء بدرجة كبيرة كما عقد لقاء مع مقاتلي القوات المسلحة نقل خلاله تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لهؤلاء الابطال لما يبذلونه من جهود وتضحيات ادت الى استعادة الامن والامان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على انجازات ومقدرات الوطن وقدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء كما قام بتكريم المتميزين تقديرا لتفانيهم في اداء مهامهم لدعم جهود الامن والاستقرار بشمال سيناء كما قام بجورة تفقدية تضمنت المرور على مدينة رفح الجديدة التي تم انشاؤها باحدث النظم المعمارية لتكون مجتمعا سكنيا عمرانيا متكامل الخدمات والمرافق كما قام بزيارة رئاسة مجلس مدينة الشيخ زويد والتقى بعض الاهالي والمواطنين في شوارع المدينة الذين قدموا الشكر والتقدير لابطال القوات المسلحة لعودة الامن والامان بكافة انحاء مدن وقرى شمال سيناء اعقبها عقد لقاء مع محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات الامنية والمرور على مستشفى العريش للقوات المسلحة لمتابعة مراحل انشاء وتطوير مركز علاج الاورام بالمستشفى والذي انشأ باحدث النظم العالمية ليقدم خدمة طبية متميزة لأهالي مدن وقرى شمال سيناء حضر الجولة التفقدية قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة